أفاد مراسل تلفزيون العربي باغتيال قوة إسرائيلية خاصة ثلاثة شبان عقب تسلولها بلباس مدني إلى مستشفى دنسينا في جنين واندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين أن فير العام والإضراب حدادا على أرواح الشهداء فبدأت قوات الاحتلال الانسحاب من مخيم نور شمس في تول كرم بعد اقتحامه وتجريف الطرقات وفرض حضر تجوال وقال مراسلنا إن عشرات الأليات العسكرية دهمت المخيم وجرفت الطرقات المدمرة بفعل الاقتحامات السابقة أدى ذلك أيضا إلى تشويش على شبكة الاتصال والإنترنت وانقطاع تيار الكهربائي عن حي كامل في المخيم كما اقتحم الاحتلال مخيم العروب شمالية القليل وبلدتي سنجل ومصفى في رمالله